وللحديث عن مستجدات التظاهرات معنا من محافظة ذيقار الناشط في التظاهرات كاظم ماجد مرحبا بك معنا أهلا بكم أهلا بكم يعني كما نلاحظ هناك تظاهرات حاشدة في البصرة وذيقار والنجف هل نحن أمام موجة جديدة من ثورة تشرين المظاهرات حالت من جديد في محافظة الناصرية حيث خرج اليوم المئات من المتظاهرين وأغلقوا الجسور جسر النصر والزيتون في ساعات الصباح المذكرة حيث استمرت المظاهرة إلى مساء اليوم وتم إحراق الإبارات وقطح الجسور جسر الزيتون والنصر بالكامل أيضا كانت المطالبات واضحة جدا أولا تنصيب محافظ مستقل وليس لديه ولا حزبي ولديه الشجاعة في أتكشف على منطات الفساد وأجهات التي تحاول اتزازه والحصول على مكاسد من خلال الضغوط على المحافظ أيضا هناك مطالب آخر وهو المطالب الرئيسي الذي فرجت من أجل التورة التشريني المباركة وهو أصباط النظام السياسي بالكامل وتخليص البلد من المحافظة الحزبية والطائفية وتأسيس دولة مدنية متحاضرة تحافظ على حقوق الجميع دون استثناء وهناك مطالب ثالث وهذا المطالب طبعا يجب أن يصلت الضوء عليه في النصرية فقط بل يجب علاكات المحافظات أن تحاول أمزج إعلاميا بهذا المطالب وهو إضافة أربع فقهاء إلى المحكمة الاتحادية ما يعني التأسيس إلى استسار التجربة الإيرانية بتنصيب ولاية فقهاء والسيطرة على المحكمة الاتحادية وكانت تقسيم طائفي وحزبي بحث حيث تم تقسيم الأربع فقهاء أحدهم شيئي عربي والآخر شيئي ولائي وعيضا فقه سني عربي وفقه كردي هذا يعني أن الدولة متجهة إلى الدمار والحراب وتميش القوميات والطواعف والأذيان الأخرى نعم طيب سيد كاظم من ناحية أخرى من ناحية أخرى لو سمحت كيف أسهمت عمليات الاغتيال التي تنفذها الميليشيات في تصاعد الغضب الشعبي الذي زاد زخما من جديد المتظاهرون أدركوا تماما بأن الدولة هي متواضعة مع الميليشيات وأن الأجهات التي تقوم باقتطاق المشطاء واحتقالهم يعني عمل في دواعر الدولة الرسمية هو ضغط ميليشياوي بالتعاون مع الحكومة ضد المتظاهرين وأن الحكومة لن تكشف على الأضراف التي قامت في خضف وقتل وتفجير منازم المتظاهرين أي متظاهرين في دواعر يعون جيدا بأن الدولة سوف لن تعلم أنه بشيء وسوف لن تحاسب أحد أن الميليشيات هي جزء من المنظومة السياسية بأن الدولة هي دولة ميليشيات بالكامل الآن قارج أبداء هيقار وطاق المحافظات المجف وقربناء والحلة والبصرة هناك قسم في البصرة قارجوا إلى صحات التظاهر وبكرة يطالبون بمحاسبة المجرمين والقتلة الذين يقومون بخضف ونفجير لنازم المتظاهرين من خلال الظهر ونحن نحلم جيدا في ساحة الحبوبة بأن الدولة سوف نلتقى في الأجار المتظاهرين وننترشف عن أي مجرم ما زال هناك أحزاب وولاعات ميليشيوية وجهات تابعة إلى دول الأخرى ونحن نعلم هذه الدولة لنازم يترعى خيرا من ناحية أخرى سيد كاظم هل تتوقع أن تنطلي وعود التغيير والإعمار على المواطنين العراقيين مع قرب الانتخابات؟ شيد الكريم نحن نصنع على يقين بأن هذه الدولة لا يرجع منها أخيرا وأن الوعود هي مجرد تخدير أحصاب ليس إلا ونحن نستمرون في استظاهر حتى أصغاد روح الفساد وأيضا نعلم أن الانتخابات كله أخرى الانتخابات تبدأ الوعود والوعود المحسولة إلى المواطنين حيث تأتي هذه الأحزار المعروفة المغينة على المشهد السياسي وتقول أنها سوف تعمر البلد وسوف تعليم الخريجي وسوف تقضي على البطالة وسوف تقضي المنازم وتعبد الشوارع وما إلى ذلك من الأكاذيب الذي يحاولون نعم أقناع الشارع الإراقي وخصوصا الشارع الزيقاري إننا وصلنا إلى حقيقة بأن هذه الأحزاب والعملية السياسية بالتعامل لا يرجع منها خيرا نحن وخرجنا إلى ساعات التباهة من دعابة ودعش وإلا عائل يوم بمناسبة هذا الحديث يعني أستاذ كاظم أنتم خرجتم أيضا للمطالبة بالتحقيق في عمليات الاغتياء لكن مسؤول حكومي في البصرة يؤكد أن الحكومة تتكتم على نتائج التحقيقات مع عناصر فرقة الموت ومع هذا الغضب الشعب المتصاعد هل بإمكان الحكومة تسويف القضية وكيف سيرد المتظاهرون من ناحية أخرى على هذه المماطلة الحكومية هو لا سديد غير التفعيد والضغط على الحكومة والاكشف عن المسلمين ونحن نرى جيدا وعلى يقيم بأن الحكومة لن تكشف أي منطل من الأصمات القصاد ولن تكشف عن أصماء القتلة وهي تحرفهم جيدا وقد تم تهريب على إذنهم وأن تجريعكم تعلمون إلى إيران فرق الموت الذي قالت بقبل العديد من المشطاء واللاشطاء في محافظة البصرة قد تم تهريبهم إلى إيران لأنهم يبتمون إلى جهات تجبية موالية إلى إيران ونحن نرى أن تكشف عن أي مدن حيث نراعب بعض الأساليب الجديدة كل ما تم التقصير نجاميع أو جماعات في المناطق الغربية من الناس العزل يقولون بأن داعش هو من قتلهم وأن داعش هي من أتت ونسخدت كرة عملية وقتلت مجموعة من أداء المناطق الغربية أما في الجيوب لا حيث لا يوجد داعش فكل ما يتم قتل واحد أحد المتظاهرين على يد هذه الميليشيات يقولون بأن هناك أشائر ولا يريد أنه علاقة بالأحزاب ولا بالسلطة وخير جميل شاسب الهديتشي والد المحامل البخطوف علي الهديتشي طبعا الرجل يطالب بطعب صراح ولده والتحرك على مصير ولده منذ سنة كابلة وقد تم قتله لا في يوم وهذا من أغرب الحوادث التي يمكن أن يسمع عنها إنسان في الحقيقة سيد كاظم ماجد شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر